نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة وقف برنامج التحويلات النقدية تكافل وكرامة خلال الشهر الجاري وشددت وزارة تضامن اجتماعي على انتظام صرف معاشات تكافل وكرامة لكافة المستفدين بشكل طبيعي على مدار العام مدامت تتوافر فيهم جميع شروط الاستحقاق وذلك عبر منافذ الصرف المختلفة للمستفدين من برنامج الدعم النقدية هذا وقد أوضحت الوزارة ان عدد المستفدين من برنامج تكافل وكرامة وصل الى 3.8 مليون أسرى حتى الان باجمالي 14 مليون مواطن وبتكلفة تصل الى 1.6 مليار جنيه شهريا و20 مليار جنيه سنويا